التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وزير التعاون الإنمائي والتجاري الفنلندي فيليس كناري والعضو المؤسس في اللجنة التوجهية رفيعة المستوى ذلك للتوسع في برامج التغذية المدرسية التابعة لبرنامج الأغذية العالمية ذلك أيضا خلال زيارتها للسويد لحضور فعليات مؤتمر استوك هولم بعد خمسين عاما وبحث الجانباني تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التنمية المختلفة لسيما التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع العمل المشترك لتحفيز العمل المناخية في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 كما تم بحث برامج التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمية في مصر